شواء الاسكان الاجتماعي اللي حرس عليها الرئيس السيسي منذ توليه سدة الحكم كان بيكلم على شواء 90 متر قبل التعويم كانت ب135 ألف جنيه طبعا ده سعر النقدي الكاش لكن بالفوايد بقى حسب مدة التقصيد طبعا ارتفعت ل180 ثم ل200 وحاجة بسيطة كده الشواء كانت 90 متر ثلاث قوة وصالة مطبخ وحمام متشطابة واسكان اجتماعي شكله حلو من زي مساكن الخمسينات والستينات النهاردة الاستاذة مية عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتعلن عن تمفيذ وحدات اسكان اجتماعي جديدة في محافظتي دوميات وبورسعيد اللافت للنظر في هذه الوحدات الى انها مش هكون 90 متر هتبقى 120 متر وبتقول ان احنا هنترحها باسعار مناسبة بيع الشواء دي حيتم بالتقسيط على 3 سنوات مفروض انك هتدفع 15% دفعة حجز الباقي على 4 سنوات اقصات ربع سنوية او بالتقسيط على 5 سنوات بفايدة المعلنة من البنك المركزي دي اخبار مهمة لسكان محافظتي دوميات وبورسعيد اتمنى انهم يكسبوا الوقت ويشوفوا ده لان دي فرصة بصراحة يعني مع يعني تراجع سعر مثلا صرف العملة واللي قفز من 8 ال 16 والعقار بيغلى لا اسباب كتير جدا فانا بطلب من الناس اللي تستحقوا الاسكان الاجتماعي ينتازوا هذه الفرصة ودايما الرئيس السيسي كان ليه جملة اي حد اي مواطن تنطبق عليه شروط الاسكان الاجتماعي هياخد واحدة خلاص ده رئيس الجمهورية قال كده